أن امرأة عمرها 42 سنة دخلت عمليات القلب تمشي على قدميها تبصر وتسمع تنطق لكن توقف قلبها وسط العملية فجأة فأنعشها الأطباء عاد قلبها للنبض لكن خلال عملية إنعاش القلب تعطل وصول الدم للمخ لمدة ثلاث دقائق فقط فماتت خلايا المخ الحمد لله رب العالمين الذي يضخ الدم لخلايانا من دون حول منا ولا قوة يقول الشيخ الطبيب إن خلايا المخ إن ماتت لا يحييها إلا الذي خلقها أول مرة خرجت المرأة من العملية لا ترى لا تسمع لا تتكلم لا تمشي لا تتحرك لمدة تسعة أشهر والمرأة على هذا الحال ميتة دماغيا جثة هامدة بقلب ينبض تتنفس بفتحة في الحنجرة وبينما كان يمر ليلا أحد الأطباء العارفين بالله ممن فهموا كيف يتعاملون مع هذه الدنيا وجد ابن هذه المرأة يبكي بكاء شديدا فسأله فقال الإبن إنني حزين لأنني لن أكلم أمي إلا يوم القيامة يوم القيامة فسأله الطبيب عمن أخبره هذا فأخبره الإبن أن كل أطباء المستشفى يقولون بأن أمه لن تتكلم ولن تتحرك إلى أن تموت فقال الطبيب الفاهم عن الله العليم الرحيم هل خلق لهم أي من هؤلاء خلية مخ واحدة فليقول ما شاء أن نسمع نحن للعليم الخبير القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ثم بدأ يقرأ آيات عجيبة على تلك الجثة الميتة دماغيا يقرأها يقينا بالذي خلق كل شيء بدأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ آيات من سورة الإسراء قال تعالى وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ثم أكمل رد الله البارع على هؤلاء الذين يشككون في البعث فقرأ قل كونوا حجارة أو حديدة ثم قرأ آيات أخرى من سورة الروم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون قرأها وهو يقول سبحانك ربي تقوم السماء والأرض كلها بأمرك ألا تقوم هذه المريضة ثم قرأ آيات من سورة البقرة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم قرأها وهو يقول يا ربي أسألك أن تحيي هذه المرأة الميتة ذماغيا قرأها وهو ينظر للأشعة المقطعية لخلايا تلك المرأة وكيف أن خلايا المخ بدت وكأنها خاوية على عروشها قرأها وهو يقول يا ربي قال الطب بأن الخلايا ستظل ميثة إلى يوم القيامة لكنك على كل شيء قدير ثم قرأ كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة قرأها وهو يتخيل أن الله القدير يحيي هذه الخلايا قرأ هذه الآيات ثم نادى على تلك المرأة فهزت رأسها طلب منها تحريك أطرافها ففعلت ثم فتحت عيونها فانكب ابنها يقبل قدميها بينما تصيح الممرضة غير المسلمة أعيدها عليك فلتكن الدنيا كما تكون ولتكن أنت مع الله الذي هو على كل شيء قدير السلام عليكم هذه كانت فقرة من كتاب فاتتني صلال كاتبه إسلام جمال سجلته كله بصوتي بحمد الله كتاب استمتع جدا بكل تفاصيله مليء بالقصة المعبرة التي ستأخذك بصوتي لعالم آخر وأنا متأكد أنه سيعجبك عندما تستمع له بصوتي بإذن الله الكتاب موجود الآن على تطبيق ستوري تل الكتب الصوتية محمد كيف نستمع لهذا الكتاب قد يسأل أحد الكرام حتى تستمع للكتاب الأمر بسيط فقط حمل التطبيق من الرابط الموجود في وصف الفيديو بعد تحميلك له سيعطوك فترة تجربية مجانية تستطيع من خلالها الاستماع له ولا هم أيها لحب الكرام بعد أن تستمعوا للكتاب كاملا أريد أن تقيموه داخل التطبيق لأنني بكل أمان أحب أن أقرأ انطباعاتكم عليه سواء على أدائي أو على الكتاب نفسه طبعا حتى تستطيع التقييم وتخرج لك أيقونة التقييم داخل التطبيق يجب أن تستمع للكتاب كاملا لا أعتقد أنك ستنهي بجلسة واحدة استماعا لذلك استمع لها أثناء قيامك بأعمالك المعتادة أنا مثلا أغلب الكتب استمعت لها أثناء قيادتي للسيارة خصوصا في المسافات البعيدة الكتاب تقريبا 211 صفحة أخذ مننا بحمد الله تقريبا اسبوع كامل في تسجيله لنخرج لك بثلاث ساعات ونصف استماع تستحق مسمعك الطيب وتستحق الفائدة العظيمة به طبعا لا شك أن الاستماع له بصوتي مختلف كتاب فاتتني صلاة إذا أردت أن أحلله أعطيه برأيي من عشرة ثمانية وهذا تقييم عادي الكتاب يتحدث حول الأسباب التي تخطر في بالنا جميعا حول الصلاة والمحافظة عليها يعني لماذا بعض الناس تحافظ على الصلاة دون ملل أو كلل بينما أنا أجدني متكاسل عليها أو ثقيل عليها هل هؤلاء مثلا لديهم قدرات خاصة وهبها الله إياهم للحفاظ على الصلاة قدراتك لهذا الكتاب أو الاستماع له بصوتي ستتغير مفاهيم كثيرة لك عن الصلاة ستحبها وستجد في الصلاة متنفس وليست عادة كما يوجد عند البعض سألت أيضا لأستاذ خالد النجار الذي ساعدني بتسجيل هذا الكتاب عن رأيه في أدائي ورأيه في الكتاب وهذا كان رده الكريم والله بالنسبة لي أنا وجدت أداء الدكتور محمد غنايم كان موفقا كأول كتاب له وسجله تحديدا أنه أصلا يعمل في قنواته وفي حساباته ويكتب ويؤدي باللغة العربية الفصحة فهذا مما أعطاه القوامة وأعطاه القوة والملكة في أن يؤدي بشكل مناسب ورغم السفار ورغم الصيام ورغم الإجهاد والتعب وساعة العمل لكنه أبلى بلاء حسنا وما شاء الله كان موفقا أما عن موضوع رأيه في الكتاب بصراحة والله الكتاب لمس القلوب تحديدا أنه ناقش قضية غفلة عنها الكثيرون موضوع الفجر كثير من الناس لم يلتفت له ولم يعطيه حقه تخيل معي كتاب مئتي صفحة عندما يتكلم عن مثل هذا الموضوع والله أمر ليس بالهيين صراحة وأشبع الموضوع بشكل ممتاز ولفتني عندما كنت أعيش مع هذه اللحظات وقت التسجيل أن كيف الإنسان يستطيع لأجل غرض دنيوي أن يبذل كل الأعذار لأن يتعذل عن صلاة الفجر أما بنفس التوقيت وبنفس الموعد وقد تكون عنده نفس الظروف بل أكثر يجد كل المسببات والمسوغات لأن يطوع الأمر ويذهب مثلا للطائراء في نفس التوقيت صلاة الفجر الفارق هو فينا وفي طريقة التعامل مع الأمور فحقيقة كان كتاب جميل وإن شاء الله كل توفيق لجائع العاملين في هذه المنصة في النهاية شريكني برايك في مكان تعليقات وإذا أعجبتكم فكرة تسجيل الكتاب لا تنسى العجاب المقطع حتى نسجل لكم كتب أخرى وتمتم في أمان الله اشتركوا في القناة